الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد في مصر نتابع بيان للرأي العام بشأن ما كشفه تقرير اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلاميا عن ارتفاع تكلفة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه عام 2015 في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله وتنفيذا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2015 من تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اكتشافه وقاع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه وفي هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر عام 2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح حيث أفاد بأنه قد عد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين في الجهاز رئاسته انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة تحت عنوان دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر وذلك دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة وفي ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما وانتهت من تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو هموض شاب تلك التصريحات ويمكن إجمال تقرير اللجنة في خمسة بنود أساسية تصف وتحلل مع ترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالي أولا التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتدادا لإسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهضرة على الدولة على رغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015 ثانيا فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015 وكمثال صارخ على ذلك تضمين وقاعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مباني بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي خاصة وأنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013-2014 وكذا عام 2014-2015 ثالثا الإغفال المتعمد فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة أيضا عديدة رابعا إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي ومنها على سبيل المثال اعتبار تأخر سداد مدينيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم إدراج مبلغ 134 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها خامسا إساءة استخدام كلمة الفساد ووضوها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقاع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح علما أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية وفي هذا الصدد فإن اللجنة تبدي خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة من أبدو تعاونا أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسي في ضبط وتصويب الأداء المالي لكافة قطاعات الدولة والذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار وترتيبا على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلي على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي أولا إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب ثانيا تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلا والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقع ويبقى القول الكلمة مسئولية والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب